المجتمع الإسلامي وفي تربية المجتمع الإسلامي وبناء المجتمع الإسلامي وفي تكوين القيام الإسلامي العظمى ندخل عنصر الإيمان عنصر الإيمان الإيمان ماذا يعني؟ الإيمان يعني أن هذه الدنيا فانية وأننا سننتقل إلى دنيا أخرى تسمى اليوم الآخر وهناك محكمة وسيترد الحقوق إلى أهلها وسيكافأ المحسن ويعاقب المسيء المحسن لمجتمعه المسيء لمجتمعه المحسن بشكل عام إذن بينما الحياة المادية لا تؤمن باليوم الآخر لا تؤمن أن هناك حياة أخرى سوى هذه الحياة لذلك شيء طبيعي أن يبذلون كل جهدهم وطاقاتهم لأجل أن يفرغوا كل أو يأخذوا كل ما يستطيعون من هذه الدنيا لأنهم يعلمون أو يظنون أنهم إذا انتقلوا إلى الآخر انتقلوا إلى الموت بعد الموت لا شيء سوى التراب